حضرات النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فباسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس اللومة التاسع عشر وقد قطعنا شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة والتعزيز منعتها ورسم مصار ميوياتها الثانية بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني وقد كان هدفنا جميعا خدمة أججال الحاضر والمستقبل تحقيقا لتمحات شعبنا العزيز وتطلعاته حضرات العيان حضرات النواب لقد كان لمجلسكم الكريم دورا أساسي في المشروع الوطني بالتحديث بالتحديث وفي البناء على حالة التواثق من خلال إقرار التعديلات الدستورية وتشريعات النظمة للعمل الحزبي والبرلماني مثل ما كان لي مساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي التي تنزم الحكومات بتنفيذها وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم إن التحديث الشامل بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل كل بكل جوانبهم مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولا نقبل بالتراجع أو الترد في تنفيذ هذه الأهداف فالتحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية أما هدف مصارى التحديث الاقتصادي فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الانتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد وهذان المصاران لا تكتملان دون إدارة عامة كفؤة توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعميد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل حضرات الأعيان حضرات النواب هذا الوطن لم يبنى بجهود المتشائمين ولا المشككين وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحما نحو المستقبل بقل ثقة وعزيمة وسيبقى الأردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك والمستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين وهذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيارة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع ولا بد للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتعاون معا في إطار الفصل المرن الذي كافله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات التي قد تظهر عند التطبيق كي نضمن البقاء على المصاري الصحيح حرات العيان حضرات المواب يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتساباتنا الوطنية وهذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كلنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع على الخطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعسبتها القدس الشرقية والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية التي نحملها بكل أمان سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها إن غياب أفق للحال السياسي ينبغي أن لا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصادية لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي عرات العيان حضرات النواة على هذا الحدود على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلي وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائماً من الشام نشام الجيش العربي والأجلس الأمنية ثم تلحمى والمسيرة الذين نظروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن النشام أخاطبهم اليوم باسم الأردنين جميعاً وأقول لهم هذا عهدنا بكم أنتم الأصدق قولاً والأخلص عملاً نحييكم ضباطاً وضباط صفاً وجدوداً فنحن معكم وأنتم معنا بصفاً واحداً وقلباً واحداً من أجل الأردن العز والأقوى حضرات الأعيان حضرات النواب أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة والفاعلة وسيارة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية وعنوانها شباب الوطن وشابات بتموحهم أذر لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته